السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اصلي صلاة كاملة وسلم سلاما تمن على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنعل به الرغائب وحسن الخواتيم ويستصقى الغمامة بوجه الكريم على آله أهلا 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 بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان والتالت حلقة من حلقات باب نور على شاشة هي يسعدني أكون معاكم كل جمعة وسبت الساعة 3 بتوقيت أم الدنيا برنامجنا عشان كده أفكر نفسي وفكركم برنامجنا بنفتح فيه كل المواضيع اللي ممكن تتخيلوها ما عندناش حاجة اسمها عيب مش هنتكلم فيها أو ده السن مش ملائم أو التقاليب بتاعتنا بتقول كده طب ليه كده يا نانسي عشان إحنا هدفنا أن إحنا نكون ولو نقطة نور صغيرة في حياة كل أسرة عربية وثقت فينا لما بنتكلم على الأسرة بنتكلم على أم أم أبناء الأسرة لو فيه حاجة ضلع فيها فيه خلل الباقية الأضلع لازم بتتأثر ولما بنتكلم على أهم ضلع بيكون ضلع الأبناء اللي بنشتغل وبنتعب وبنضحي وبنيجي على نفسنا في حاجات كتير قوي عشان خاطر الأبناء دول يطلعوا إن شاء الله في صحة نفسية متوازنة طيب أكتر حاجة بنبقى خايفين على أولادنا منها إيه؟ الزمن المحطين الأصحاب ومؤخرا في عصر أبنائنا السوشل ميديا ليه؟ لأن دي كلها عوامل خارجية مش هنقدر نمنعها لأنها أصبحت جزء من حياتنا ولكن فيها أضرار كتير جدا زمان لما كنا بنقول أعوذ بالله من الشيطان كنا عارفين إن الشيطان اللي بيبعدنا عن الصلاة عن العمل الصالح عن الحاجات اللي إحنا قد نقع فيها عن طريق الخطأ ولكن دلوقتي بقى فيه شياطين شياطين إنس شياطين بتتسلط على أولادنا بطرق غير مباشرة من خلال السوشل ميديا طب هنعمل يه هنمنع؟ لا مش هنمنع عشان المدرسة بتستخدم السوشل ميديا والتكنولوجي بصفة عامة وعشان الجامعة بتستخدم التكنولوجي وعشان التكنولوجي سلاحزوا حدين زي السكيرة ممكن أعمل بيها أكل وممكن أقتل بيها تعالوا بقى كده أقول لكم الحكاية اللي إحنا هنتكلم فيها هتكون عن إيه؟ أكتر حاجة بتخوف البني آدم هي الرزيلة أخ لا نوع في الرزيلة أخ لا أولادنا يتعرفوا على مين؟ أخ 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 فجأة بقى فيه دعوات من مشاهير وفنانين ومدعي الثقافة زي ما كنا لسه بنقول السوشيل ميديا سلاحزوا حدين وللأسف الوحش دايما بينتشر أسرع فبيجوا أولادنا يتأثروا ببعض الشخصيات اللي هي الشخصيات العامة أيا كان بقى مثقف ولا فنان ولا كذا 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 لقينا كم شهر اللي فاتوا هي الفكرة دي موجودة من الأول ولكنها انتشرت أكتر والناس بدأت تتكلم عنها ليه يا نانسي عشان بدأوا المشاهير يتكلموا عنها اللي أولادنا بيشوفوهم وبيتابعوهم وكده كده بيقعوا تحت إيدهم في أي صفحة من الصفحات اللي بتخلوا عليها إيه هي الفكرة دي بقى؟ فكرة المساكنة يعني إيه مساكنة؟ وببقى إن إحنا دايما بنتكلم إن إحنا بنبسط كل حاجة عشان أي حد بيتفرج علينا يبقى فهمنا المساكنة دي يعني شاب وبنت في السن الجوز يقعدوا مع بعض عشان يجربوا العيشة مع بعض يعني العيشة دي تبقى المدة سنة ولا اتنين يعيشوا حياة كاملة لو عرفوا يعيشوا واستريحوا مع بعض كان بها يتجوزوا أما لو معرفوش وحصل شوية خلافات يفرقوا بعض يا أولاد طبعا إحنا اتربنا على كلمة بنفرق بعض من معروف إحنا هنا مش هنقول معروف مفيش معروف أصلا في زنة وفي في حاجات كتير غير شرعية ولا في عقد في حياة زوجية من غير عقد ما فيش شهود ما فيش إشهار ما فيش بابا وماما ما فيش عيلة ما فيش ناية ما فيه أطفال في ناية التجربة ما تيجي نجرب نفعت نفعت ما نفعتش خلاص ما وكأننا بنشتري بالزبط حاجة حنلبسها إحنا حتى ما بمشتري حاجة نلبسها في العصر بتاعنا دا ومع غيره الأسعار وكده روح بيفكر مرة واثنين وثلاثة لازم نبقى بناخد بالنا يعني اللي بشتري حاجة حتى دلوقتي بقى حريصة أكتر من زمان طيب النهاردة حلقتنا مش بس للمسلمين واحنا برنامج نور عمتا لكل الأديان ولكن حلقتنا النهاردة بتناقش موضوع المتضررين منه المسلمين والمسيحيين وكل الأديان ليه يا جماعة كده لأن احنا أصلا شعب متدينة ربنا على الأخلاق فجأة بقى في دعوات أن البنات والشباب يقعدوا مع بعض طب ليه ما نبقاش زي الأجانب طب ليه مش أحسب من الطلاق يا ستة نانسي لا مش أحسب من الطلاق يا ستة نانسي مش أحسب خالص الجوازي حبيبتي والجوازي حبيبي أريد كلمكم وقولكم حبيبي حبيبتي نتنف سن ولادي ولادي أصغر منكم شوية بس يعني الوقت بيجري بسرعة بكرة نلاقيهم عروسة وعليسة طيب الجواز مش فستان ولا بدلة ولا خروجة ما عجبتنيش فهرجع ولا حاجة باشتريها ما عجبتنيش ما عرفتش أبدلها أديها لحد تاني عشان كده عرفنا وورثنا وكلنا كأبهات وأمهات اتخطبنا الولاد بيروح يتقدم للبنت فترة الخطوبة اللي بيتعرفوا فيها على بعض بحدود عشان ايه عشان يعرفوا بعض بطريقة شرعية لما يبقى بيدخل البيت معروف ده مين لما حضرتك تروح يتزوريهم في البيت ما هو معاك يمحرم ماما أو بابا تروحوا تتغدوا أو تفتروا معهم في رمضان معروف انت راحا لمين يا حبيبي ولكن نروح بقى احنا اللي اتنين عشان بنتفرج على أفلام أجنبي وعشان فلان الفلاني المشهور قال وهنتكلم عن حاجات دي دلوقتي بيقولوا احنا واي نوت الكلمة بتاعة الجيل الجديد ليه لا ما نجرب يعني ما هلناس دي ما تبصوا على الأجنب ناس دي بتطلق عندهم مش زينا احنا بقى لكل حاجة تكلمونا وتقولولنا لازم تتجوزوا ولازم النيش ولازم المهر ولازم الشابكة اهو الجوزات بتبوزوا بصوا بقى يستندوا لإيه طب حريتك حبيبتي مش عشان في بعض الزيجات بتبوز وهنتكلم في الأسباب بعد كده ليه يعني معنا كده نعمل الغلط لا الصح صح لو فيش حد بيعمله والغلط غلط حتى لو كل بيعمله طب حريتك ايه مفهوم ان اروح اعيش مع واحد في قوضة نوم واحدة بسرير واحد وعايشين مع بعض واصل احنا بنجرب بقى يعني ايه حريتك يعني ايه بتجربين مش عه يعني ايه طلع احد الفنانين من كذا شهر على السوشل ميديا الفنان محمد عطيها كلنا عارفينه واتكلم وقال انا مع تجربة المساكنة وقال كمال والكلام ده كله موجود على صفحاته وتكلموا فيه وقتل بحثا بس احنا النهاردة هنتكلم فيه من منطلق تاين قال لو انا بحب انسانة ليه اندخل المجتمع والقوانين بينا وقال ممكن اتجوز من غير الدين المهم تكون انسانة ده لو اتجوزت اصلا لان الجواز عرف بشري اخترعوه بسبب الزراعة مش عارفة ايه بسبب الزراعة ولو انا بحب انسانة لو انا بحب انسانة ليه اندخل المجتمع والقوانين بينا يا جماعة بقى بلى كوانين بلى بتاع الأنسب نتجوز من غير عقد زي المساكنة لأن المعظم اللي بيتجوز ده مش كلامي ولا رأيي ده كلام الفنان محاوض عطيها موجود على صفحاته وموجود في الصحافة بصفة عامة أغلب حالات الطلاق بتحصل علشان ما بيكونش فيه توافق في الحياة فنعيش المساكنة ونشوف ينفع نيش مع بعض ولا لأ وناخد بناء عليه قرار تصريحات الفنان فتحت عليه النار من شيخنا الأفاضر في الأظهر والأوقاف يعني ربنا يبرك لهم ويكرمنا بيهم يا رب العالمين كانوا واضحين جدا ورأيهم مش عارفة بصراحة هو الموضوع محتاج رأي يا جماعة محتاج رأي دي مش ممكن بس عمتا رأي الدين واضح جدا جدا نطلع بقى للفنانة إليسا عشان أنا عارفة إن الشباب بيحبوها فنانة إليسا أعلنت دعمها الكامل للإنجاب دون زواج وضع شرط محدد إن يعترف الأب بابنه حتى المغير جواز نتجوزوا؟ ما نتجوزوش مغير جواز نخلف بس تعترف بالولد اوعى أكدت إليسا في تصريحات ليها بإنها تنتمي لتفعيل الجواز المدني في لبنان إحنا ملناش دعوة وهناك في لبنان في عندهم موضوع الجواز المدني أي أن كان إيه تفاصيله وقصته معترفين بها ولا إحنا ملناش دعوة إحنا بنقول إنه إن الموضوع منتشر منتشر وباقت الناس يعني لما تفتح قدامها بدأ الموضوع هيبقى عادي الجمهور اللبناني على فكرة هاجم الفنانة إليسا على ده والجمهور المصري وعندنا أكتر من فنانة تكلمت في القصص دي مرورا بقى بالفنانة مايا دياب وكل الكلام ده موجود على صفحاتهم إحنا مش بنقول احتمال حصل واحتمال لأ كانت الفنانة مايا دياب مع فكرة تطبيق المسكنة وإنها عملتها عاشت مع جزها لمدة سنتين من غير جواز وبعد ما تعودوا على عدد وتقاليد بعض اتجوزوا وقالت إن يعني علاقة مهمة جدا وعاشتها مع الراجل اللي اتجوزته وبعد ما عرفنا بعد اتجوزنا لا يا جماعة حياة الأجانب إحنا مش راحين بعيد في غيرهم كتير من غير القوض بقى في التفاصيل أكتر ولكن بدأنا بعد ما كنا بنقول إزاي حاجة زي دي طب ما نسمع الناس دي بتقول إيه طيب إحنا ككبار عارفين الصحة من الغلط ولكن الشباب وتأثرهم بالسوشل ميديا ما بنكونش بقاهم طول الوقت لو حضرتك سايب ولويدك طول النهار السوشل ميديا أو سايب لهم التليفونات طول النهار أو هم في سن خلاص بقوا موجودين فيه برا البيت كتير معرض إنه هم يشوفوا ده وزي ما بنقول الموضوع لما بقى دارج وتكلموا فيه كتير بقت الناس عندها حب استطلاع تعرف فيه القصة دي يا جماعة بتفهمونا إيه اللي بيحصل ده عرفنا إيه اللي بيحصل وعرفنا الفكرة إيه هي وعرفنا أنه ده يعني لا عرف ولا دين إسلامي ولا دين مسيحي ولا أي حد ولا مثقفين ولا كله رافضوا كامل رافضينه طيب نرجع بقى للناس اللي تكلموا على فكرة المساكن زي المخرجة اللي أخرجت أعمال كتير معروفة في مصر العلم العربي المخرجة إنسان دغيدي والفنانة مناهلة والفنان أحمد الفيشاوي والناس تانية كتير قوي قلنا لو ذكرناهم النهاردة في الإعداد وهم بيقولولي كمية الناس اللي اتكلمت في الموضوع اللي هما بيقولوا ايه المشكلة أنا أتخضيت بصراحة يعني مش عارف مش عارف أقول ايه المشكلة إن لسه ما فيش دراسات نقدر نقول اتعملت في الموضوع ده في مصر مثلا ما نقدرش نقول إن دي ظاهرة لا هي مش ظاهرة لكن برضو ما نقدرش نقول إنه ده حالة فردية ما ناخدش بيها لأ ده فيه وأنا من حكم تعاملي مع الشباب بس مع الشباب هقول لكم على قصة كنت قاعدة بسأل أصحاب بناتي في سن المراهقة بقول لهم أنتوا سمعتوا عن القصة دي قالوا ليه أسمعنا طب إيه رأيكم فيها قالوا ليه والله هو عشان إحنا الدين بيقول لأ بس هي الفكرة منطقية وعلى فكرة هم يتفرجوا على دلوقتي فكرة منطقية يعني ليه تانت ليه تانت نانسي يعني ما يبقاش الموضوع ده أسهل بدل ما الست تتجوز وتتطلق يعني بعد ما قالوا في الأول أنه لأ عشان الدين بقوا بيقولوا بس والله لأ بقتمهوا ليه ليه لأ قصة بدأت تصير تساؤلات خصوصا مع المراهقين لو حضرتك بتعمل ده بينك وبين نفسك ومش بتعلن زنبك يبقى ربنا معاك وربنا يهديك وأنا مقدرش حسبك على زنبك أقدر بس أقول أنت صح ولا غلط أقدر أقول أنه لأ ده غلط جدا جدا التصرف ده وأنا غير راضي عنه لكن مش هحكم عليك لأنها مش دعا بيك لكن لما نبقى شخصيات عامة أو فنانين ومشاهير ولينا تأثير في المجتمعات اللي احنا بننتمي لها تطلع وتصرح وتقول ده يبقى هنا في ناس هتتأثر بكلامك والزنب هيبقى زنبين زنب حضرتك اللي جاهرت بيه والزنب التاني الناس اللي هتقول زي البنات اللي كنت بسألم طب بس هو فعلا طب وليها الكلمة اللي بدأت تظهر ليه لأ طب وليه الفكرة بدأنا نفتح على نفسنا ملفات في احنا في غنى عنها لأنها من الأساس كلها غلط كلها غلط دي دعوة للبغاء ونشر الفسك والفجور في المجتمع وبقى أقول لكم بلغة الشباب افتكاسات متناسبش حتى لمجتمعنا ولدنا الجواز مشهور في الكتاب القرآن الكريم في كتابنا الجميل أنه المفاق الغنيز يعني فيه مفاق يعني احنا ما بنتجوزش عشان نطلق أو عشان نجرب احنا بنتجوز عشان نعمل مؤسسة نبني عيلة نعيش عمرنا كله مع بعض مش عشان يا هنجرب يا طلعت حلوة فنكمل ونخلف يا لو طلعت وحشة وكل واحد يروح لحلو مش ده الجواز اللي احنا تربين عليه مش ده الجواز اللي أهالينا شفنهم يعني ماشيين فيه وعلموا هلنا وربونا عليه لو جينا لأي شاب من اللي بيروج للفكرة دي ومطبق الفكرة دي وعايش مع واحدة في بيت من غير جواز لو جبته كده وسألته ترضى ماما تعمل كده لو عندك أخت عندي ناس أقول لهم كده ما عنديش أخوات بنات لو كان خلاص بقى كده برقة خالتك بس أكتر كلمة بتوجعوي ترضى ماما يحصل معا كده ترضى ماما تعيش مع حد من غير جواز وتقول أصل ده مساكنة افرض كان مش كويس كل واحد يروح لحاله أول حاجة بقى بعد ما سألت الكل كانت أول ما بكمل أقول بس أول كلمة لا 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 أصل يعني إحنا مش ضامنين إحنا مش ضامنين اللي هتتجوزوا ده هتعيش معه لا الله هو أنت مش ضامن عشان دي ماما لكن زميلتك اللي في الجامعة وزميلتك اللي معاك في المدرسة وزميلتك اللي معاك في الشغل مش مشكلة ما يمشتما يا ما تقربناش لا البنت المحترمة بنت الأصول بنت الناس ما تقبلش نتهان كرمتها المرأة في الإسلام مكرمة وغالية قوي ما ترخصوش نفسكم وبقولها لكل البنات اللي بتسمعني النهاردة شغل التسلي ده بقى اللي بنسميه مساكنة واللي نسميه أصل إحنا بنجرب بعض أصل إحنا مش عارفين أصل ما له المجتمع الغربي ما هو كده كده نسبة الطلق قليلة ده يا حبيبي لا يتناسب مع دلنا ده لا يتناسب مع تربيتنا ده كله قلة كرامة وكله مهانة وكله قلة إيه مليكي تبقي عارفة أنك هتترمي هتترمي في أي لحظة لأن الحب ده متغير ممكن إيبا بيحبك النهاردة يقلب عليك يبكر ما أنت كنت سهلة أنت كنت سهلة ما تعبش خالص عشان ياخدك هنطلع لفاصل بس قبلوا نطلع لفاصل بفكركم تليفوناتنا كلها مفتوحة لحضراتكم أتمنى أن إحنا نسمع منكم النهاردة وخلوني بقى أسألكم سؤال وعايزة برنوتاتي الحلوين والشباب يكلمونا دلوقتي من خلال رقم تليفون الزرق أمامكم على الشاشة وكل الأمهات بقى كل الأمهات كده يقولولي تفتكروا ليه الولاد اللي بنتكلم عنهم دول هربوا من بيوتهم ليه فضلوا يروحوا يعيشوا مع رجل غريب ولا بنت غريبة من غير جواز تحت دعوة المساكنة البيوت اللي خارجين منها دي شكلها إيه أنا كباحثة في الصحة النفسية متأكدة من شكل البيت اللي خرجت منه البنت بيت هاش فوش روابط مش هقول ما فيهوش دين لأن الكلام ده هنتكلم فيه في الفقرة التانية ولكن فيه خلل كبير قدى أن البنت دي تبقى بتدور على حد بيقول لها أنت حلوة أنا بحبك أنت أنا متقبل لك زي ما أنت أو بابا مش موجود أو بابا موجود ولكنه مش موجود تعالوا كده مع بعض نطلع لفاصل ومنتظر كل اتصالاتكم والسوشال ميديا تفعولكم عليها بعد الفاصل ونرجع تاني في باب نور ما تروحوش في أي حتة ونتظروا إن شاء الله أهلا بيكم بارة تانية على مباشرة ومكملين معاكم حلقتنا النهاردة في باب نور وموضوع المساكنة هنقش الموضوع بكل تفاصيله النفسية والدينية مع فضيلة الشيخ أحمد ثمير الأزهري من كبار علماء الأزهر الشريف منورنا في باب نور يا مولانا أهلا وسهلا ومرحبا وإن شاء الله بداية سعيدة وطاقة أمل ونور وحب وسعادة إن شاء الله آمين يا رب العالمين هيتك كنت سمع الإنترو بتاع البرنامج وعارف الموضوع اللي إحنا هنتكلم فيه وأكيد بيجي لك الأسئلة دي كتير قوي من الناس اللي بيتخافوا في السوشال ميديا وراء الكاميرات والشاشات والحاجات دي وبعتوا يسألوا فيها إيه وكذا كذا لما قلت موضوع المساكنة أول سؤال جالي على السوشال ميديا وإحنا في الفاصل واللي حنبدأ بيه النهاردة الفقرة طب وفيها إيه؟ لو أنا هتجوز زميلي لو إحنا عندنا أو لو أنا هبقى بمعشر زميلي كتحت كلمة المساكنة لو أنا عندي نية الزواج إذا طلع أنه هو فعلا إنسان صالح مع العلم أن أصدقائنا عارفين مش هو الزواج زمان كان بدون ورق وكان بدون أفرح في الفنادق وبدون كلامة اللي بيحصل دلوقتي ده كله فعايزين رد على بنوتتنا الكريمة اللي بعد تتسأل السؤال ده بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما يا أرحم الراحمين الحقيقة هذه من المواضيع التي تصار يعني كل فترة أخرى وخاصة في مثل هذه الأيام وفي هذه الأوقات التي خلت عن كثير من القيم والتقيض بالقيود والأحكام وما إلى ذلك تلاقي النهاردة كل واحد يعني عايز يعمل على هواه لكن تلاقي تحكموني بكذا وكذا وكذا وما إلى ذلك فهذه المسألة أو هذا الأمر النكاح يعني لو نظرنا إلى أمر النكاح أمره عظيم لذلك العلماء يقولوا وإيه وأمر النكاح يحتاج إلى مزيد تثبت واحتياط أكثر من غيره في كتب الفقر العلماء يقولوا كذا وأمر النكاح يحتاج إلى مزيد تثبت واحتياط أكثر فتلاقي في الأحكام الشرعية يعني بيدأ أو في مسألة الشهود في الصيغة التي تقال في الأمور التي تذكر إن كانت أمور تذكر تفسد العقدة أو لا تفسد العقدة وما إلى ذلك فبعض الناس لما يعني النهاردة بيقولك إيه أنا ليه حط على نفسي قيود هو بالزبط هو ده اللي بيسنديه ليه على طول الشباب كل بفكر كده ومش عارف كذا وهيكتبوا علي كذا وهيكتبوا وده ده كمان برضو بيخلينا نلقي نظر الأمر تاني بالزبط هل تتطرقوا دي وقت فيعني الأمر لا إفراط ولا تفريط الوسط طب النوتتنا بتسأل بتقول زمان ما كانش فيه حاجة اسمها فرح ما كانش فيه الحاجات التوصيق اللي هو دلوقتي بيه تم وإحنا عندنا النية فهي بتسأل لو هي عندها النية هنا يبقى مباحة ما هي بشمال لا تكفي مسألة النية ما قلنا في عقد النكاح في زوج في زوجة في ولي في شاهدين في صيقة في كل الأمور دي لابد أن تتحقق هذه الشروط حتى يتحقق عقد النكاح فلو تحققت هذه الشروط صح عقد النكاح هيقول لي ما كانش فيه مش عارف ما كانوش بيسجله بلكن زمان في الماضي كانت الكلمة تكفي ده بالعكس ده إحنا النهاردة بقى يشطرطوا مسألة التوثيق لأن الذمة ما خربت يا مولانا ده بيبقوا موسطقين وعملين فرح وبيحبوا بعد قبل عشر سنين وبعد كده يتطلقوا وينكروا حاجات كتير ويقفوا البعض في المحاكم يعني أصلا قصص الحب كتير منها بينتهي في المحاكم عايزة حضرتك تروحي وتقول لي ما استحنا عندنا النية تعرفين منين ده تعرفين منين طيب بنبسط باللغة بتاعتنا للبنوتات اللي بيسمعونا وللشباب اللي بيسمعونا هل في أي حاجة جات في الشرع بتحلل إن البنت والولد يجربوا بعض قبل الجوز قطعا وقولا واحدا لا يوجد مثل هذا طيب يجربوا على فكرة مش بس يعني ينتطرق للمساكنة ولكن اللي هو الصحبية اللي بنقولها بقى باللغة البلد عشان البنات يفهمون ولادي يفهمون العلاقة بسبب الانفتاح اللي حاصل النهاردة لابد هنرجع لمسألة التربية فيه أسس فيه قيم فيه أخلاق فيه حدود فيه مراقبة بالأساس بربيها في الولد منذ الصغر وربيه على مراقبة الله عز وجل حتى لو أنا لو أنا غايب عنك أو بعيد عنك أنت بتنتبه بتشوف ده حلال ولا حرام فإذا نشأوا على هذا الأمر من البداية عشان كده لو بصينها نلاقي إيه أنه أصلا بداية الموضوع بدأ في الضرب من الأساس أوه طبعا في اختيار الزوجة في اختيار الزوج بعدين في الأولاد تنشئة الأولاد على عادات معينة وعلى أمور معينة ووصل بنا الحال إلى ما نحن فيه الآن فبنقول لا الأمر بيحتاج من البداية يعني يقوله الإسلام اعتنى بالولد حتى قبل ولادته من حيث اختيار الأم ومن حيث اختيار الأب الزوجة تختار والزوج يختار كل منهما ينظر إلى صاحب الدين وصاحب الخلق لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وفي رواية وأمانته فزوجوه قال إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أي وفساد كبير أول حاجة تقالت الدين لو بني آدم عنده دين هيبقى بالكاف ربنا فيك هيبقى بياخد باله منك علشان عارف إن أنت ربنا هيحسبه عليك حاجات كتير قوية تحصل ما يشايخونك عمره ما يخون العشرة عمره ما بعد فترة يقولك ما دي مش عجباني فهبدلها بوحدة تانية فدائما الدين ده عامل أساسي قوي في اختيارك لشريك حياتك مولانا قبل ما نطلع الحلقة وأعلن عن العنوان وبدأت التليفورات من قبل ما نطلع الحلقة فخلينا نبدأ في تلقي تصلاة مشاهديننا الكرام معانا أول اتصال من رشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رشا إزايك؟ أهلا وسهلا إذا أردتك تفضل بس على السر تفضل يا حبيبتي هي وديعة البنوك حرام وإن حلال وديعة البنوك حرام أو حلال؟ أو حاضر هو مش في معروح حلقتنا ولكن فضلت الشيخ أحمد سمير الأزهري يقدر يوضح لحياتك الوديعة واسنين الوديعة هو إذا إنسان ذهب إلى البنك وعمل معهم معاملة صحيحة يعني باللفظ ونحوذ ذلك كأن قال لهم أريد أن أحفظ عندكم هذا المال ونحوذ ذلك من العبارة التي يصح بها العقل فيستطيع أن يحفظ ماله عندهم ويرده يقول لهم وردوا إلي مثله عند حاجة إلي طيب الفوائد ما هي دلوقتي تحط وديعة هي أحيانا بيكون في بعض طريقة معينة في الصيغة دايما لو بصينا في كل العقود هل يقول لك الصيغة الصيغة دايما الركن لأنه بكلمة قد تفسد العقد وبكلمة قد يصح العقد يعني يعني يلح مثلا إذا عمتها بطريقة صحيحة مثلا كأن تذهب إليهم وتقول لهم كل قرد مثلا أخذه منكم كل قرد تأخذونه مني لأن هي لما بتيجي تحط في البنك هي بتعمل هي كأنها أقراضة البنك هي اللي بتكرز البنك نعم فبتقول لهم كل قرد تأخذونه مني تردون لي مثله عند الحاجة يعني بدأ لو أنه مش هيرجعوا عين المال هيردوا مكانه تردون لي مثله وما كان بيننا من مال زائد فهو على سبيل التبرع والترض جزيك الله خيرا ما ولنا معنا التصالات تانية ولا أخذ أسئلة سوشيل ميديا شباب قلوا لي كده طيب راجعين تاني لحضرتك ونأخذ أسئلة السوشيل ميديا عشان ما يزعلوش مننا مشاهديننا وفي نفس الوقت ما نسيبش المتصلين كتير على التليفون بنت بتقول أنا أهلي بيعنفوني وبفكر أسيب البيت وإيه تسكن مع حد من الذكاء طيب وده مسكن يا مولانا فهمنا يا مولانا صلى الله على سيدنا محمد السلام هو الموضوع حضركة دكتورة أنت عارف الزمن اللي احنا وصلنا فيه الزمن اللي وصلنا إليه وكل واحد سبحان الله النهاردة بتلاقي الولد أو البنت أول ما بيطلعه فكل واحد شايف نفسه أنه أنا وأنا وأنا وأنتم بتشدوا علي أو أنتم ليه مديئين علي وما إلى ذلك منقول كمان البنت لا تصل إلى هذه المرحلة إلا إذا قصر الأبوين في أول الأمر عمر ما تلاقي أب وأم اهتموا بولدهم واهتموا بتربيتهم وتنشئتهم تنشئة صحيحة شوفي الإمام الغزاي وليه الولد يعني الولد الذكر والأنثى يقول الولد أمانة عند والدي أمانة أمانة طبعا الأمانة يحفظ بلو منها نعم يحفظها مش بتاعتنا ولادنا فالولد أمانة عند والدي وقلبه كالجوهرة النفيسة الخالية فكما يعني تنقش فيه كل صورة زي ما بيشوف منك زي ما بيشوف من أفعالك البنت قالت من العنف اللي يمارس ضدها يعني ممكن تكون بتتضرب أصلا كلمة عنف دي تحتمل حاجات كتير قوي ممكن بتبقى مقهورة بتتكارن بأخوتها أو بزميلها أو بقريبها أو بجران ممكن تكون بتتضرب ضرب مبرح بنشوف على فكرة الأمثلة دي احنا مش بتجيبها من دماغنا الأمثلة دي بتجيبنا على الصفحات البنات بيبعطولي صورهم مضروبين لما انتم مش فاهمين بيحصل فيهم إيه فلما بنت زي دي تقول بيمارس ضد العنف من أبوي أو أمي أول حاجة فكرت فيها إيه وكلنا لو تعاملنا مع أبنائنا على نوم أمانة من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني الأمانة دي لازم هترجع لصاحبها ولازم صاحبها يسأل عليها صاحبها نوم أمين سبحانه الله ربنا سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه رجعون فالأمانة دي عندنا نقول إيه للأب والأم اللي أول سلاح بيستخدمه منه وابنه طفل صغير أول حاجة يضربه لعال المتينة فأنكمل بس قول الإمام الغزيل لأنه فيه كتير من الفوائد قال الولد أمانة عند والدين وقلبه كالجوهرة النفيسة الخالية فزي ما بتنقشيه زي ما بتحط فيه من الصور والنقش بتضري معاك مثلا كوب فارغ لوم لتيه شيء طيب شراب طيب يمتلئ ولوم لتيه شراب خبيث يمتلئ فكذلك قلبه الولد وكمان قال فإن عود الخير يعني إن نشأ على الخير وعود عليه ساعد بذلك وساعد بذلك أبواه في الدنيا والآخر لأنه التربية صالحة نعم طيب وإن أهمله شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه وقال كمانه وكما أن البدن الواحد أول ما بيخلق وينشأ البدن لا يكون كاملا فالبدن بيكمل بالتغذية والمراعات ونحو ذلك قال وكذلك النفس تكمل بالتزكية والتربية والأخلاق والعلم وما إلى ذلك جمي فهنا بنقول للأبوين اتقوا الله في أولادكم هذه أمانة ستسألون عنها وانظروا إلى فعل أنبياء الله يعني مثلا عندنا قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام طيب قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام ناخد التصال منتظر حضرتك طيب معنا مين يا شباب من كفر الشيخ هبة من كفر الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هبة إزايك؟ عليكم السلام تفضلي أيوة عليكم السلام وعليكم السلام يا حبيبتي تفضلي إنتي على الهواء سيد حضرت أهلا بيك يا حبيبتي بعد إسمك أنا كنت عايزة من الشيخ طلبة منه وطلب أنه يدعيلي بفكة الكرب اللي إحنا فيه حاضر يا حبيبتي مش يقول بعد إسمك أنا كنت محتاجة استغاثة أم مش سامعك يا شباب ممكن توضحه محتاجة إيه يا هبة؟ استغاثة استغاثة طب ممكن تقول لي يعني استغاثة لإيه فاهمين؟ خير يعني أن أنا عايز صرفنا صعبة وجوثي المريض حاضر ممكن ترجعي للكنترول وهناخد رقم تليفونك عشان وقت البرنامج وموضوع حلقتنا وبإذن الله يكون متابعنا حد من فاعلين الخير الناس الكرمة مصرييننا أخواتنا اللي في كل حتة اللي يعني يقدروا إن شاء الله من خلال رقم تليفون برنامج ياخدوا رقمك ويبإذن الله يقفوا معاك وربنا بإذن الله تعالى يقف معاك قبلهم كلهم مولانا ادعي لنا كلنا بفاك الكرب الله يفرج كرب الله يخفف عنها وعننا وعنها ويلطف بها ويفرج عنا جميعا أمين يا رب طيب رجوعا لسيدنا إبراهيم عليه السلام نعم تفضل سيدنا إبراهيم لو نظرنا تأخر إلى أن رزقه الله بالولد وبالذرية ولكن كان دعاء إبراهيم عليه السلام كان يدعو الله عز وجل أن يرزقه ذرية صالحة ليس مجرد أن يرزقه الولد أو البنت ونحو ذلك طلب من الله أن يرزقه الذرية الصالحة ولما ربنا رزقوا بإسماعيل وإسحاق عليهما السلام وقام على تربيتهما ونشأتهما نشأة طيبة صالحة كتل نتيجة لما قال لسيدنا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فكان الجواب من إسماعيل عليه السلام ومن إبراهيم كذلك أن سلم أمرهما لله تبارك وتعالى موقفش الولد لأبو قال له انت حصل لك كذا عايز تدبحني عايز تأمين لو كان في سن يقدر يقول في كذا ما كانش طفل أوه نعم طبعا فألوه قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين وده كمان بيرجعنا لقصص Dieser كثير من الصالحين طب ستنا نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والأس والحسن عايزين قصص طربوية ستنا نبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ازاي بناته رضي الله عنه و أرضهن يعني سيدنا النبي عليه الصلاة و السلام كان آية في ذلك صلى الله عليه وسلم يعني بس لو نظرنا إنه كيف كان تعامله مع ابنته فاطمة رضي الله عنها فاطمة الزهراء لما كانت تدخل عليه كان يقوم لها وهو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه كان يقوم لها من مجلسه ويقبلها بين عينيه بين عينيها يستقبلها يقوم لها ويستقبلها يقبلها بين عينيها ثم يجلسها في مجلسه صلى الله عليه وسلم لا أبدا صلى الله عليه وسلم والضرب اللي بنشوف يقول اضرب بنتك وعمل لها مش عارفه اضرب للبنت يقوله ايش عارف الكنترول المثل اكثر للبنت كلهم تلعولي في الكنترول كله حافظه الستوديو كله حافظ المثل اضرب البنت لا الله مش عارف مين طب يعني الكلام ده ملوش ايها لقب النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن معاملة الصغير والكبير مش هنقول طيب مش هنقول ولاده سيدنا أنس بن مالك لما خدم النبي قديه عشر سنين وكان صغيرا امه جاءت به الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله خويدمك أنس خلي عندك فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أنس يقول خدمت النبي عشر سنين عشر سنين فما قال لي قتل لما فعلت ولم تفعل لم يلومه شوفي الى اي حد بل كان عليه الصلاة والسلام اذا مثلا احدى نساء النبي أرسلت أنس إلى أمر ما وتأخر يقول فكنت أذهب في الطريق فأجد الصبيان يلعبون فأقف وأنظروا إليهم قال فلا أجد إلا أحس ببرودة كف النبي عليه الصلاة والسلام يعني هنا على القفى يقول له ماذا عملت فيما طلبته منك أو فيما أرسلت أرسلتك نعم صلى الله عليه وسلم ونروح ندفع قد كده والعليل يروحوا يتعلموا إتيكات إتيكات يا جماعة افتحوا السيرة افتحوا السيرة وتعلموا الإتيكات طيب بل كمان مثلا لو إحدى نساءه مثلا بعتت أنس وتأخر أو لم يفعل فإذا أرادت أن تلومه بس مجرد أن تلومه بالكلام يقول لهم دعوه لو قدر شيء لكان الله 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 صلى الله عليه وسلم نحن نبدأ مريف العيال بقى دعوه لو قد رشاء لكان دعوه العيال يعاني نستوه مننا طيب ناخد معانا ملك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ملك ملك منين يا شباب قلولي ما قلت مؤتيش بكفر الشيخ برضو أهلا وسهلا بكفر الشيخ لنورنا يا ملك أنت على الهوى ألو أيوة إزايك عاملة إيه الحمد لله أنت عاملة إيه الحمد لله أنا معك أم عبد الله أم عبد الله مش ملك؟ ما عندك إيش ملك؟ لا أم عبد الله أهلا وسهلا منورانا يا أم عبد الله الله يخلي تفضلي حبيبت أنا آه أنا عبا أقولك أنا متجوزة أنا متجوزة تفضلي حمدتي أيوة متجوزة أنا متجوزة أيوة بس جوزي أنا مخلفة منه توقع ربنا يبارك فيه بس معذبني يضربني ما بيسرفش على ولادي لا 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 وبيضربني وبيسرفش على ولادي جربتي تتكلمي مع حد من أهل أو تدخلي حد من عائلتك؟ تتكلمت ولو بيسمع حماتي بيسمع كلام أمه لو أمه جريت في حاجة علي أنا مش غلطانة ماشي؟ أقول له مش حصلش مني والله العظيم وحلفه على موحف ما بيحدقني على طول بيضربك؟ أه على طول وأقول له والله العظيم حصل واسأله بقوله أنا أفدقه معنك أدلك وأجبنا المصحف وأحط إيده على المصحف كده وأحلف له محفل للي وأنا بيصرف على ولادي طب ولادك زنبهم إيه يا معبدال؟ يعني ههم من دق منك طيب ولادك زنبهم إيه يا حبيبتي ما بيصرفش عليهم ليه؟ مش أنتو لسه متجوزين؟ معاربش وأنا متجوزة وهو متجوز قبل كده أيوة يعني هما دلوقتي هو عايش معاكي وأنتو اطلقتو؟ لأ أنا عايشة معايا طيب هو ما بيصرفش على ولاد ليه بقى؟ أمان مين بيصرف؟ هو يعني يصرف على ولاده اللي معاك تانيه من المرة التانية ما بيصرفش على ولادي طيب مين بيصرف عليكم؟ همو بس بقى عايش بخيل شوية آه يعني تقصد بيصرف بس مش قد اللي انتو طلبينه مش ما بيصرفش خالص آه آه طيب قالوا طب أطخط أطخم سجنة للوال اللي عيالي تصرف زي ما عبطد عيالك التانية بتقول لي لأ أنا كده سؤالك يا أمو عبدالله سؤالك يا حبيبتي وأنا ربنا رزقني بشخص يعني أحد يعني بس أعزت طلع منه عشان أروح للشخص التاني إيه حرم ولا الحلال؟ لا استني بقى استني يا معبدالله ما تقفليش تقفلوا ليش يا شباب محدش يقفل في الكنترول أنت دلوقتي يا معبدالله متجوزة واحد مقصر فيه الصرفة على ولاده في البيت أنا عزت طلع منه وبيمد إيده عليك لحد كده احنا فاهمين صح صح؟ آه فأنتي فيه واحد تاني بتعرفيه في السر؟ لا مش في السر اللي بتعرفيه فيه؟ لسه ظهر لي؟ ماشي؟ يعني بعلم جزلك ما هو مش في السر يبقى عارف ولا إيه ظهر لك فين يا حبيب؟ نا هو مش عارف لسه طلع لك ع الفيسبوك؟ آه؟ ع الفيسبوك عرفتيه؟ أنت عرفتيه زي يا معبدالله عرفتي الراجل ده زي يا حبيب؟ أول بيبيع هنا بيبيع يعني بيليس في خدار وفتاع آه فأنتي عرفتيه بقى فلقتيه حنين عليكي بقى بيكلمك كويس؟ آه بيكلمني كويس يا بتفكرت الطلاي وتتجاوزيه؟ آه؟ بتفكرت الطلاي وتتجاوزيه عايز ترفضي حلال ولا حرام؟ آه وهو قالك طلب منك وعدك إنه معي يتجاوزك لو اتطلاتي؟ آه آه أنا قلت له أنا متجاوزة ومعي عيال جال أنا موانا بصي لو عيالك معي أنا هصرف عليهم آه وهعودك عن كل حاجة وحسست بالأمام أنا الصراحة بالجزء ده أنا مش حطة معه بالأمام آه 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 أنا في كل ما بنامه وأقوم أنا خايفة طب وانتي هو إنتي اتكلمت معاه بقى واخدتوا قدتوا مع بعض اتكلمت أنا اتكلمت معاه كتير مر بدل مرة عشرة ومرة لا بقى التاني التاني اللي تعرفت عليه وعايزي رب العيل واسرف عليهم ده هو عارف بقى كل القصص بتاعتكو دي انتي اتكلمت معاه يعني فاهمتي حياتك ماشا زي آه أنا حكيت له أنا حكيت له كذا وحصل مني كذا إنتي عندك كم سنة يا معبدال أنا عند 24 ومتعلمة حبيبتي لا بابا وماما عارفين القصص دي آه أنا قصة بقى إن جوزك مأثر في الصرف ولا الراجل الجديد اللي عايز يصرف آه هو جوز مأثر معايا وكده لكن انا ما عرفشه هو الشخص ده انت ناوية قولي لهم يعني ولا بتسألي الاول حرام ولا حلال انا عزيز هم منيكوا الاول حلال ولا حرام حاضر يا حبيبتي حاضر وبالله عليك وضحولي بس الكلام عشان هتاعدين عبدال العظيم وعييني حاضر حاضر والله حاضر حاضر عايزيني يا شباب بقى انتوا قفلتم طب قوليلي يا معبدالله نعم معلش سؤال أخير عشان نوضح لمولانا هو انت قابلتي الراجل ده كتير ولا انت حاسة ان هو هيبقى كويس معاكي انا حاسة ان هو كويس معاكي حاسة اوكي شكرا شكرا جزيلا مولانا بص بقى احنا عندنا الموضوع معقد وفيه شقين شق زوج الظالم اللي جاي على حقوق أولاده عشان الزوجة الاولى لا انا هقول برضو على حسب رويتهم هي زوجة تانية لحظة بس 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 اذا مال القلب الى شخص اخر بيدور على كل عيوب في الحاجة الاولى الذي يريد ان يتركها اه عشان كده قالت يعني انه بيدربني ومؤثر في الصرف وكذا قد يكون هذا يحصل وقد يكون امر مبالغ فيه فاول شيء قولا واحدا انا بقول لها خلينا اول شيء نقضي الشق التاني من السؤال انهي هذه العلاقة تاني مع الشمها بقى بتقول تاني العلاقة دي يعني ما بني على باطل فهو باطل وهو لو كان انسان بيتق الله عز وجل ويخاف الله عز وجل وعنده تقوى يخاف من الله والامور الحلال والحرام ونحو ذلك ما كانش فتح معك الكلام اصلا ولا اذا كانت المرأة المطلقة وفي عدة رجعية ما ينفعش ان احنا نروح حتى اللمح لها بخطوبة او زواج ونحو ذلك فما بالك بالمتزوجة النبي عليه الصلاة والسلام بينا لنا ان من خبب مرأة على زوجها يعني تسبب في البغض والطلاق ونحو ذلك هذا عليه لعنة الله فالانسان ينتبه وده بيحصل كتير النهاردة يام كتير من الذئاب البشرية اللي اعدى منتظرة سواء بقى ان كان من احنا بنتعامل معاهم في الحياة العامة في الشغل في الجيران في البيع والشراء وما الى ذلك اول امر التاني الاخطر على السوشال ميديا على السوشال ميديا اه بس بيعودوا ليه فلا انا منزلة بوست حزين وليه مش عارف النهاردة البوست مش عارف كذا ويبدأ يخش لها انا شايفك متضايقة وانا شايف الحزن في عينيكي وانا مش عارف كذا وكذا وكذا بيقولولي في الكنترول الكلام اللي ده واضح ان الموضوع منتشر منتشر جدا ويعني عرضت علينا مسائل كتير من ورا الموضوع ده فبنقول كل واحد ينتبه وبنقول بقى للزوج زوجها اتق الله فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رأيته انت كزوج عليك مسئولية اتق الله في هذه الامانة التي عندك فيها في ولدها يعني الزواج مودة ورحمة وسكن وعطف وحنان وما الى ذلك فانت يعني لو كنت متزوج امرأة اخرى عليك ان تعدل وعليك ان تتق الله عز وجل وعليك ان تحسن في المعاملة النبي عليه الصلاة والسلام علمنا قال خيركم خيركم لأهله وبين لنا انه افضلنا في ذلك صلى الله عليه وسلم فقال وانا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم يعني هذا من خير الرجال الذي يحسن معاملة زوجته الذي يحسن معاملة زوجاته يبقى نقدر نقول امو عبدالله اولا تنهي العلاقة دي فورا تاني حاجة ارجعي بقى لعائلتك شوفي اذا انت قادرة تكملي الجوازة دي بغض النظر على ان في شخص وعدك باي حاجة اعتبرين ما حصلش السن هي انسانة قديدة شوفنا مثال قدامكم انا اللي عرفها ولا امو عبدالله عمرها ولكن قالت اول حاجة مش متعلمة وانا قصدت اسألها سؤال ده ليه؟ لو حضرتك استثمرت في بنتك وخلتها متعلمة مش هتبقى قاعدة تحت رحمة واحد عشان يصرف عليها مش هتبقى بتتجوز لمجرد انا تتخلص من عيشتها عشان ما تحسش انها عالة عليك وعنا امها لو عندكم اخوات تانين لسه بيتعلموا او في سن زواج وا 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 حتى لو كانت اختارت طريق الطلاق هتبقى ساعتها بتاخد القرار مش وهي بتدور على واحد مجرد ما هيكون بنك انه يديها حضرتك لو بتعامل بنتك بمعاملة حسنة ومحسسها بالحب والامان مش هتبقى بتدور تسمع الكلمة دي من فيسبوك زي ما فضلت الشيخ حمد السمير الازياري قال ان الناس والاعجاب اللي على الفيسبوك وعنيك فيها حزن وعنيك فيها مش عارف ايه والكلام ده كله هتبقى شبعانة نازلة من بيتها شبعانة احنا لما بنيجي ننزل بناتنا المدارس وولادنا لو في البرد بنبقى ملبسينهم تقيين لو في رمضان نبقى وهم صايمين قصدين نصحرهم عشان يبقوا شبعانين وما هلكوش في المدرسة من الصيام والتعب والاجهاد نزل بنتك شبعانة عاطفيا قبل ما تفكر هي لبسة ايه ومعها اكل ايه ما تخليهاش نفسها تسمع كلمة لبسك حلو النهاردة شكل الجميل النهاردة الله على اخلاقك انتي تصرفتي التصرف ده برافو عليكي انتي عملتي كذا جبتي الدرجة دي تقدري ان شاء الله لما نشتغل برافو عليكي انا فخور بيكي بس نشتغل على نفسين شوية ونحسن من درجاتنا الاشباع العاطفي اهم من اشباع العيش والرز والمكارونة والكلام ده كله الاكل هيتكل في ايه حتة ولكن العاطفة هتبقى بتدار عليها من اي حد وللأسف زي ما مولانا تفضل وقال ناس كتير قوي دلوقتي قاعدة تتصيط بناتنا وخصوصا مع ظهور وانتشار السوشال ميديا بكثرة وبلا وعي وراتنا بيتعرضوا لحاجات لو احنا مش قدامهم قد يقعوا فيها واحنا نكون السبب ارجوكم قبل ما نحاسب ولادنا نحاسب انفسنا امو عبدالله اللي تكلمت دلوقتي يا مولانا لو كانت بتشتغل ما كانتش هتبقى بتدور على اللي ياخد باله من ولادها لو كانت تجوزت وهي بعقل ما تقبلش انها تبقى زوجة تانية ما حتش عارف هي قبلة تبقى زوجة تانية ليه مش ممكن يكون اهلها مثلا اه يعني انت تجوزتي اتأخرتي بنت عمك تجوزت بنت مش عارف مين كذا اكيد فيه اشياء تكيرا معنا عايزين نصيحة من حضرتك للأبهات والأمهات سريعا قبل ما نلوموا ولادنا ان هم بيلجأوا للسوشال ميديا نقول كلمة النهاردة نختم بيها برنامج ده لكل ابو ام بيسمعوا انا بقول لكل ابو لكل ام اولادكم امانة في اعناقكم فاحسنوا الحفاظ على هذه الامانة واحسنوا صيانتها وخليكوا انتوا احن على ولادكم وقربوا لولدكم اسمعوهم اسمعوا منهم قربوا منهم ما تخلهمش عطشانين يسمعوا كلام من برة انتوا سمعوهم انتوا قلولهم انتوا شجعوهم انتوا اووهم خليكم انتوا الظهر والسند والقوة ليهم علشان ما تخسرهمش بعدين لانه بعدين اذا خسرتوهم هتندموا ندم ولكن مش في وقت ما هينفعش فيه الندم يعني بيكون وصلوا الى مرحلة لن تستطيعوا ان تسيطروا عليهم وبقول للاولاد حتى لو ما سمعتش من ابوك وامك كلمة تشجيع او كذا او كذا او كذا اعرف ان ابوك وامك اكتر الناس بيخافوا عليك وبيحبوك وقد يكون الاب او الام ما يقدرش يعبر او يطلع عن اللي جواه بس خليك متأكد ان هو اكتر حد بيحبك واكتر حد بيخاف عليك وعمره ما هيكون عدو لك الله 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 فضيلة الشيخ احمد سمير الازهري نورتنا يا مولانا وان شاء الله نشوفك في مرات ومرات قادمة بإذن الله اعزائي المشاهدين اولادنا امانة في رأبتنا وقبل ما نقول عايزينهم يبرونا لما نكبر لازم احنا نبرهم وهم صغيرين احنا ما اكبرناش يبقى عندنا اطفال بنجري وبندعي ونبقى نفسنا في طفل فلما يبقى نفسك في الهدية خد بالك منها واحفظها لان بإذن الله مش بس تتسئل عليها كل حاجة تعملها النهاردة هتتردلك بعدين الوقت الحل بيجري معاكم بسرعة وخلصت حلقتنا النهاردة واراكم بإذن الله بكرة في حلقة مهمة جدا 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 من حلقتنا في باب نور ما تنسوش تبعتولي رأيكم في الحلقة عايزين تطرحوا اي موضوع عندكم اي استفسار ارجوكم ما تحرموناش من دعمكم عن طريق صفحاتنا على السوشيل ميديا او صفحتي الشخصية اهلا وسهلا بكم في اي وقت واهلا وسهلا باسئلتكم على مدار الاسبوع اراكم بإذن الله على بكرة الساعة تلاتة بتوقيت ام الدنيا على شاشة هي ومن دلوقتي حد بكرة باستودعكم والله الذي لا تضيع عنده الودائع كانت معكم نانسي توفي واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته